أنا كنت أحب الرسم، أحب الموسيقى، أحب الرياضة مجالات هواية بالحياة بس التمثيل اختارك أي مواني اختاريت يعني ما أدري هساني هاي الفترة ضوابية بالنسبة لي شون ادخلت المعهد وشنو أنا يعني انت وضو في المكان عاجبك تصير ممثل يعني من أني صغير كنت أهو الرسم ولا زال أهو الرسم، أرسم بعض الأحيان حلو بس التمثيل يعني شون إجاب بالك على أصر ممثل لو أنت مثلا دخلت المعهد بعدين بصدفة أنك تمثل من النشاطات بسيطة بالمدرسة بعدين طورت إلى المعهد بعدين طورت الشغلة أنه لما فهمت التمثيل أنه هذا علم فبديت أبحث يعني أنه أقرأ حبيت التمثيل؟ أه حبيت أقرأ لما تكون عندك تطابق بين النظرية اللي أنت نظرية علمية للتمثيل وبين الهواية وما حبته يصير عشقك أكبر إلى هذا الموضوع طبعا يعني بعض الناس يجون إلى التمثيل يجي ما يعرف أتعرف أنه التمثيل هو أن تقول حوار وانتهى الموضوع يعني إحساس لازم لازم قوي الإحساس وعلمه هو يعني أنت لما تدرس شخصية ما ممكن تطابق شخصية بالحياة مثل البصمة يعني ما تطابق شخصية بشخصية أخرى مشاعر هذه مشاعرك أنت شون تتعامل بها هوية شخصية أخرى حتى تطلع مشاعر جديدة لهذه الشخصية هذا صعب طبعا فما تشابه لازم عندك الشخصيات تطابق شخصية أخرى